أضيط بفضل الله تعالى وبركة دعا الوالدين أما الإجراءات الجمارك بتبقى إمتى؟ أما أنا ما سبتك كنت بأعمل إيه؟ بص أبو حنف إحنا ما عندناش وقت نضيعه البضاعة دية لازم تخرب ومن بكرة تتقسم على التجار في المحافظات بعد كده كل واحد فينا حيعمل اللي عليك تبقى للجدول المكتوب له ولا أنا ورتولك مبارح؟ بس أنا عندي سؤالة أستاذ كامل اسألها أبا أنت من حقك النهاردة بس بس بعد كده أنت نحكشين الليلة كلها لوحداك الله يا كريمك بص هو يعلم السؤال هو استفسار أنا لما شفت كاراتين البضاعة اللهم صلى على النبي يعني فسألت نفسي هو إحنا ليه نستلم البضاعة فرضاني كده؟ ها؟ يعني هو إحنا ليه عاملين زي تجار الشنطة لازم نستلم البضاعة بنفسنا ونحطها في شرط وبعدين ناخدها في الأطرات نلفها على المحافظات يعني أنا شايف لو جيبنا عرباية ربع نقل هنوفر تكاليف كتيرة قوي أستاذ كامل لأنت كده ممكن تعدي عليك أيام ما توزعش غري على أربعة خمسة بس وفي الآخر يعني المكسب مش قد كده ولا أنا غلطان شوف بقى ابو حنب بما إنك قصدت أهل الخبرة فانح أقول لي إحنا كان عندنا عربيتين شجرين على الخط بينوزع بيهم حيو إنما نظراً للظروف الاقتصادية اللي بتمر بها البلد وأزمة السيولة اللي عندنا بيعنا العربيتين قول لي لا أنا أقول السركات التجمير والمصانع بتاعته طلعت النسوان من البيوت تبيع انت بعندك شو فكرة عن الموضوع ده اللي لا ما عنديش فكرة إحنا عندنا مصانع بير السلم بس نظراً للظروف الاقتصادية بيعنا العربيتين وسرحنا العمالة ما فضلش عندنا في الشركة غراني والمحاسب والسكرتيري وبتاع البوفاء وإنشو الله حنسرح بتاع البوفاء كمان غريبة مع إني عمري محسيت إن شافع يعني يعد عليه أزمات خالص هي دي يتعظم يتشافع بيه ما يحسيش أهل بيت وأي ظروف اقتصادية يمر بيه عشان كده بقى موضوع العربية هو ده السر بتقول حاجة؟ لا لا مفيش يا أستاذ كامل أنا بقول بلاش هفتح الموضوع معها يعني مش عايز أزعله وعلى فكرة إيقوا عكم فاكر يعني إن أنا بقولك الكلام ده عشان مكسل ألف على المحافظات ولا حاجة لا ده نحمر شغل واعجيبك أنا بس كان قصدي المصلحة ربنا وفاكة طيب شفت؟ أهو؟ بتقول لي فراغ بيضة دي فراغ بلدي متربيع على الغالي تكلم عليها البنت البمبوطية اللي قلتلك عليها هي واقفة هناك يا أولادي اللزينة شفت الوادي الوسخ ماسك علي إزاي أستاذ كامل إحنا الوقف نتفرج تعالوا محمود محمود عليها موسيقى موسيقى يعني ينسع كده يا جماعة اتنان على واحدة انت ملك بمليهم مخلطة حاليا وانت ملك بمليهم أجد عيزي يا دكتور ايه الأخبار يا دكتور؟ زي ما انت شايفة جيت سليمة الله وليه شكلك مخنوق يعني ان انا بقى كويس مع اني حاس اني مش مزبوط حاس اني المستشفى متلف بك ده من اسر التسمم حقنة التيتانوس اللي انت خدتها هتطهر الجرح بالكامل يا هاريسود هو ايه اللي كان مسمم بالزبط الفول ولا البصل فول ايه وبصل ايه يا ابني المطوى يا حبيبي اللي انت اتضربت بها في دراعك دي مطوه ملوسة افهم بقى يا اخي افهم ايه ما في حد بيمشي بمطوى معقمة لا ده انت ليك نفسي تهزر بقى حلوة حلوة اه ده انتو رايقين وجايين لي انتو مخطوبين لا احنا مش مخطوبين ما هو مش معقول تكونوا متجوزين لان لو كنت متجوزين كانت هي اللي كانت هتبقى ضربك بالمطوه وجايبك لغاية هنا انا باسأل بس علشان خطر المحضر الاستاذ اللي جابك هنا راح يبلغ البوليس بس ما عرفش اتأخر ليه المحضر ايه بس يا دكتور الموضوع مش مستاهل دي جارتنا وكان في واحد ابن حرام بيعكسها في الشارع واحد ما نعرفوش خالص ما نعرفوش خالص وعرفته بقى ازاي ان هو ابن حرام شكينا فيه فقى يا دكتور بقولك واحد بيعكس واحدة في الشارع هيبقى ابن حلال ازاي بس ويمين الله بتحصل اسألنني انا بيجي للحالات دي كل يوم في المستشفى وبعلن يا عم انا مالي انا هعمللك التقرير الطبي الي هتبقى بالمحضر محضر ايه؟ ما قللك ما نعرفوش ما نعرفوش خالص اوه انا مش مستريح لكم بصراحة ولا احنا مرتحين لكم اه بقول ايس شوية كده يا امه بقولك اه لو انت عايز تصهين عن حقك يعني خايف منها او خايف عليها قولي وخاف ليه بس يا دي تخاف منها اخوها ابن عمها حد من قلاضيشها بقولك انا بيجي للحالات دي كتير كل يوم في المستشفى انا ليه حاسس ان انا في محكمة الاسرة مش في المستشفى يا دكتور قلتلك اتطمن خلاص انت مش طمنتني عالجرح ايه بقى كده تقول عليه جرح ده مش جرح ده خربو الزغير هتتعالج منه اه وبعدين انا لازم اعمل المحضر فاهم؟ ويا من الله النهاردة حظك بوم قولي ليه ليه؟ لان النهاردة لفيه حوادث ولا اي خناقات والمستشفى فاضي علينا وانت يا حبيبي سدى بالله ما كان حد عبرك اساسا يلا يلا خدها واعتمد على الله وبقابلني هتجبك هناك ترقوي يا خلادي توقعي كده يا اما يا ساتر يا ربي يا دي النصيبة دي واحدة شكلها قتل الجزء وبتصوت عليه على فكر الراجل ده شكله ما كانش بيجزم سيبك منه ده راجل معقد شكل امراته بتناوله بالشبش بكل يوم على رأيك بقولك ايه فين الودا اللي كنت مرمطاهم الصبح علي ده جري الندل تلاقيهم استخبي في بيتنا استخبي ليه هو هربام البوليس انت بتقول فيها هربام الاحداث علي هربام الاحداث ليه؟ اصله ولع فجوز امه وهو نايم لا اله الا الله ومات امه هي اللي اتحرقت فقراشته من البيت علي حرق امه علي حرق امه احيان